أهلا وسهلا فيكم بفقرة الفلك والأبراج واليوم عندنا حدث فلكي مهم جداً اللي حصل من ساعات الصباح المبكرة كان عندنا خسوف بالقمر وما كان ظاهر على الأردن بالذات ما كان واضح بالنسبة لنا ولكن تأثيراته رح تظل لخمسة الشهر الجاي وما في تأثيرات سلبية إلا على بعض الأبراج اللي رح نحكيها هلا عشان نختصر الوقت بدوا كل الأبراج يكونوا بعيدين عن الغضب وما منحكي عن العصبية البسيطة وإنما عن الغضب الغير مبرر اللي ممكن يأدي فيك لتراجع وأيضاً رح يكون ببرج العقرب لذلك أكثر الناس اللي رح تتأثر فيه هو برج العقرب ونخص ببرج العقرب العشرية الثالثة المولودين من 11 ل 22 وبرج العقرب بدك تكون منتبه لأمورك للشراكات العاطفية والشراكات العملية أيضاً إن وجدت وأيضاً بدك تكون منتبه لأعداء المخفيين تنتبه لكلماتك والجمل تكون منتقات بشكل صح كمان بدنا نحكي لبعض الأبراج اللي رح تتأثر سلباً بدك تنتبه يا برج القوس وبرج الجدي رح تظهر عندك أمور من الماضي فهي جيدة ولكن حتى السلبيات اللي رح نحكيها هي كويسة إذا عرفت كيف تتعامل مع المعطيات كيف تستخدم ذكائك ودبلوماسية والاستفادة من تجارب الماضي هذا كله رح يخدم مصلحتك أنك تتجاوز هاي المسألة بشكل صح عندنا برج الجوزاء بدك تكون منتبه لبعض الأمور المهمة اللي رح تظهر به هاي الفترة ما تعصب وما تتوتر وما تحرق المراحل بالدرجة الأولى حرق المراحل يعني إذا أربع خطوات بدك تستناها هالأربع خطوات ما تحرق أي خطوة منها لأنه رح يأثر عليك بشكل سلبي عندنا كمان هذا الخسوف رح يأثر على العذراء بدك تنتبه للتعاملات المادية للحوت رح تكون عندك أمور ممتازة جدا وهي طوي صفحة من الماضي والبدع بجديد والانتهاء الألم اللي كان عندك بالسنين الماضية هلا رح نرجع على المساجات اللي وصلت على اليوتيوب ونبدأ أول إشي بعلم الأرقام رقم 16 مولود هذا اليوم 16 من أي شهر 16 هذا المولود واقعي وعملي وواثق من نفسه محب للسفر ويحب التنقل وعنده ميل نحو مختلف العلوم والتقنيات والثقافات ويحب دائما يتعلم شيء من كل شيء لذلك نشوفه مثقف مواليد 16 الشهر وإنسان ممكن يكون بعيد عن العصبية وبعيد عن التوتر واقعي بينزل على أرض الواقع دائما بحل المشاكل في عنا الأسئلة اللي وردت وأكثر سؤال عجبني هو زينب اللي عم بتقول أنا مواليد 21 الشهر مولودة ما بين الساعة 4 و 6 الصبح وابدها البرج الطالع 21 عشرة هو برج الميزان والأيام الأخيرة من برج الميزان وأنتي واقعة بين برجين ما بين الميزان والعقرب لذلك الصيفات رح تكون مختلفة ودائما أنا بتطرق إلى الواقعين بين برجين ما بتنطبق عليهم نفس الصيفات أنتي ما أخذ صيفات ما بين الماء من البرج الهوائي والهواء من البرج المائي والماء مع البرج العقرب الواقع بين الميزان والعقرب بيحب الاستقرار خاصة لما يوصل للهدف يعني من الناس اللي بيحبوا يحافظوا على المنطقة اللي هم وصلوا فيها ما بيكبروها أو يزيدوها أو يفتحوا شيء مقابل مقابل شبهوا بمكان ثاني لا هو يشعر بالأمان والاستقرار لما ينجح بهذا الشيء ويوصل لهدفه نعم نحكي الواقع بين برجين وعم نحكي من مواليد 17 لغاية 25 عشرة وواقع بين الميزان والعقرب هذا الشخص ما عنده القدرة على التعبير عن ذاته هو إنسان عملي جدا إنسان يحب سماع عبارات الإطراء بأقل شيء يعمله يتأثر هذا المولود بكوكب فينوس لذلك هو من الناس اللي يظهروا الحب بشكل كثير كبير ويؤمن بالحب اللي يستمر لآخر يوم بحياته ما بيحب التعدد أو إنهاء العلاقة لذلك يبذل مجهود كثير كبير لحتى يخليها العلاقة ناجحة عنده الاستعداد أنه يحسن من السلبيات الموجودة بالعلاقة بالابتسامة يحل مشاكله وما مستعد أنه يغضب أو يدخل بيه مشاكل اتزان الميزان وغيرة العقرب ممكن تولد الدهاء لهذا المولود فنشوفه كثير عنده صبر عالي وعنده طرق متعددة للخروج من أي مشكلة دون أن يتأثر فيها نرجع للتوافق اللي مطلوب على اليوتيوب وكان في عنا توافق الجوزاء مع الأسد الأنثى الجوزاء مع الأسد وأكثر الأبراج اللي تتوافق مع برج الجوزاء أن الحمل القوس العذراء الجوزاء الميزان الحوت ولكن مع الأسد تنجذب المرأة الجوزاء لبرج الأسد وتعجب باعتداده بنفسه وتعجب بالأناقة اللي هو فيها ولكن ما بتحب فيه عدم صراحته وأحياناً يحكي أنصاف الأمور صفة المواربة بتزعجها كثير لذلك بدنا نتخلص يا أسد من هاي المواصفات السلبية لحتى تكون العلاقة ناجحة فيه سؤال عن العاطفة لبرج الدلو الست أشهر الأخيرة من السنة ابتداء من الشهر الجاي رح نشوف أنه فيه تغير كثير كبير بحياة برج الدلو فيه عنده يا أما ارتباط يا أما ارتباط من خلال سفر أو من خلال عمل جديد أو من علاقات اجتماعية جديدة عالية المستوى يعني العاطفة رح تتحسن كثير عند برج الدلو على كل أنواعهم سواء كان حتى الإناث أو الذكور أو الغير متزوجات أو المطلقات كل هاي الفئات رح يصير عندها تغير بحياتها العاطفية كمان اللي ما رح يكون عنده ارتباط رح يكون عنده سفر أو بداية عمل جديد أو بداية مشروعه الخاص فيه كل هاي الأمور رح تتطور بأست أشهر الأخيرة عندنا توافق الدلو مع العذراء الأنثى الدلو مع العذراء طبعاً العذراء بيتماشى معه والثور الجديد الدلو إذا كان أكبر سناً بكثير من العذراء مع السرطان مع العقرب مع الحوت ولكن مع الدلو عدم حل المشاكل أول بأول وعدم وجود نقاش إيجابي والروتين المستمر الدائمي بهاي العلاقة هو اللي يخلي هاي العلاقة تتراجع أو يكون فيها سلبيات كثيرة فبدنا نتخلص أيضاً من هاي السلبية لحتى نقدر نعيش السعادة بهيك خلص وقتنا وإن شاء الله ألتقيكم بكرة على خير يسعى الصباحكم اشتركوا في القناة